حضرتك في معرض كلمك حالياً قلت بيت التلميثاني طبعاً حنذكر هنا أنكي ابنة للمقرج التسجيل الكبير أستاذ عبد القادر التلميثاني عم الكامل التلميثاني ابن العم يمكن طارق التلميثاني فهي يعني عائلة سينمائية إلى حد كبير إيه بيت التلميثاني بقى؟ عائلتي الحقيقة أثرت فيها وجدانياً وفكرياً وعلى مدار بقى من طفولتي لحد النهاردة قادر أقول كده وكنت حبة أنه أرد لهم بعض الجميل بأنه الاسم يعني يخلد إلى حد ما بمكان وعندي بيت على طريق مصر اسكندرية الصحراوي قررت أنه يضم مكتبة والدي اللي ورستها عنه حوالي أربع تلاف كتاب ويضم أيضاً مكتبة الكاتب الكبير أدور الخارات جزء منها حوالي تلات تلاف كتاب ففي لحظة قلت يعني مش ممكن الكتب دي تفضل بس ملك فرد وفكرت أنه لأنه ما عندناش في مصر الكونسبت ده أو التصور ده المفهوم ده على فكرة إقامة الكتاب التفرغ للكتاب والكاتبات في مكان اللي هو ما يسمى في الغرب ريترز رزيدنس يعني أنه ما عندناش في مصر المكان ده فأتحت المكان علشان يكون مكان للتفرغ للكتاب والكاتبات لازم يتقدموا طبعاً بمشروع وفي لجنة بتبص على المشروعات المتقدمة والفكرة أنه هما يقيموا في المكان وينهلوا بقى من الكتب ومن المكان يعتبر مكان ريفي وفيه هدوء يعني هو مناسب تماماً للمشروعات ويبدعوا بقى يعني يقدموا إبداع فانيما بالزبط في هذا احنا عملنا أول بكورة إنتاج بيت التلميثاني يعني أنه احنا بنشترك مع دار نشر في نشر مجموعة قصصية حتصدر قريباً إن شاء الله موضحها الموضة وإزاي الستات اتغيرت مفاههمهم عن الموضة وعن الجمال في الوقت الحالي فده يعني بتشارك فيه تسع كاتبات وأنا واحدة منهم اشتركوا في القناة